ترك زعيم المخدرات الكولومبي الشهير بابلو اسكوبار ارثا فريدا من نوعه قطيع من حيوانات فرس النهر يعيش في غابات كولومبيا هو الاكبر خارج افريقيا بين الاعشاب العالية في احد حقول قرية دورادال وفي ظلمة الليل ينهمك احد هذه الحيوانات في التهام العشبي بسلام قبل ان يفضح امره الضوء الكاشف الصغير الذي يوجهه عليه دييغو اليخاندرو رويس وهو فتى من سكان القرية يقول ان هذا الحيوان الضخم لم يعد يخيفه انها ليست حيوانات عدائية اطلاقا تأتي الى هنا ليلا وتعود الى مكانها صباحا لا تزعج احدا ان لم تتعرض للمضايق وفي العام 1978 كانت عصابة المخدرات الشهيرة تسيطر على الفي هكتار من المساحات المزروعة بالكوكايين قرب حدود القرية وهناك بنى اسكوبار له دارة فخمة معروفة باسمها سيندا نابوليس واقام حضيقة للحيوانات وضع فيها عددا من الانواع الغريبة وحين قتل بابلو اسكوبار برصاص الشرطة في كنون الاول ديسمبر من العام 1993 تكاثرت هذه الحيوانات وتضاعفت اعدادها حتى باتت تشكل الان اكبر قطيع فرس نهر بري خارج القارة الافريقية الاخصاء هو احد الحلول لبدء التحكم باعدادها لكن هذا الخيار صعب لعدة اسباب اهمها التكلفة المادية وتشكل هذه الحيوانات عامل جذب للسياح الى دارة اسكوبار التي تحولت الى حضيقة ممتدة على 400 هكتار ويشعر الزوار فيها كما كان السكان المحليون بان المكان انتقل بهم من امريكا الجنوبية الى القارة الافريقية